إذا لديك مشكلة مع الابوكا تجيبها بسرعة قدامك تخسر لك خليك معايا سوف نعطيك حيول الأفكار باش حافظ عليها المدة أطول بنفس اللون بنفس الطعم وكذلك إذا لديك الفريز جبتيه بكيمية كثيرة وخفتي أنه يدعمك سوف نعطيك كذلك أفكار باش حافظ عليها المدة أطول ماذا ماشي فين خليك معايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب كنتمنى هذا الفيديو إلقاكم في أسم الساحة والعافية رجال لكم فيديو جديد وبحيل وأفكار مطبخية سهلة لكم الكثير كنتمنى تستفيدوا منها شكراكم بالسبزا في المتابعة لا تنسونيش بلايك والبرتاج وفرجة ممتعة سوف نبدأ على بركتي الله أول حاجة بالحفظ للفوكا سوف تبقى معكم بنفس اللون وبنفس الطعم بطريقة رائعة المدة أطول هذ الأفكار سوف يفيدكم حسف الشهر الكريم بإذن الله اللي يدخلوا هنا وإليكم بس حول هنا وراحت البال سوف نحتاجوا لهذا الجميل للفوكا إما سوف تستعنوا بالبلاستيك الغذائي أو البابي كويسان أو الولاب كما تشوفوا معي سوف نجلب الفوكا اللي بعد ما غسلتها ونشفتها مزيان سوف ننقيها بوحد طريقة اللي سوف نعطيكم حل فكرة باش تنقيوها كما تشوفوا معي سوف نحاول نضيع ضغطة واحدة على هذا العدم هذا للفوكا سوف نحيدو كتبقى بلا ما اضطروا أنكم تجرحوها فتبقوا تحيدو العدم كتبقى معكم بات شكل هذا نسوما لكم الاختيار يعني في طريقة تقطيع قطعها باش ما بغيتوا سوى بطول سوى مكاعبات سوى يعني تخليوها من نصف هكا يعني اللي بغيتو انا اقترها لكم يعني كنديرها هكا بطول بشكل رقيق وغنجيبو كذلك واحد طريقة اخرى بالمعلقة بلا ما تجد الخويت ديكم طريقة جميلة لتقطع دي اللفوكا لاحظو ما تضيعوها متى شي حاجة حاولوا تختاروا اللفوكا تكون جيدة تكون طيبة ولكن باقى خضرة يعني ما تكحاش لاحظو معي بسرعة كننقيوها يعني غيس تعنوا بالمعلقة وراكم ستحصلوا على واحد تقطع اللي هو جميل بلا ما تجد الخويت ديكم لا شي شي حاجة وكذلك نعطيكم واحد الحيلة باش بقى معكم بنفس اللون انا غاني نحاول انا نقطع اللفوكا دي اللي كاملة بنفس الطريقة كما غتشوفوا معي ممكن انكم يعني تعودو تقطعو تزيد وترققوها الى بويتو ديروها مكاعبات ممكن تخليوها بنفس الطريقة اللي درس اهنا انا غانستعمر فاش غانكمل طلقة معكم دابا بعد مقا قطعت هاد الكيمياء هادى كما كتشوفوا معي بقى ما اكملش ولكنان نحاول نعصرها لها الحامض باش مسك هاش انها يبصر عكا تكسد كما كتشوفو غانستعمر دابا بنفس الطريقة الهاد الكيمياء قالي عندي وبنفس الحيلة باش نحيدو هاد طلع دم هادا يعني كما كتلاحضو صفية انا غانقتع كاملة سوف نتلقى معكم دبابة المثالية كنا نعود عليها لحصير الحمض كما كتشفوا معي هو اللي يخلي لها تحافظ على اللون ديالها وما تخافوش يعني كي تسبقى بنفس الدعم انا سنفضل نديرها في العلوبة ثم تديرها في البلاستيك لكم الاختيار موما انا كنعطيكم افكار كل واحد يختار الفكرة اللي يبغى انا كاجيب هذا الورق هذا كنا نحاول اني نطويه على الشكل ديال العلبة طويه تداب على ثلاثة تتزليكم هذه العلبة ما شاء الله يعني كتتتحولوا انكم تندمو حتى المجميد ديالكم يعني مكيكونش ذاك شي فيه مربج كما كتلاحظو معي يعني انتظرو ان شاء الله بقي ندير معكم التندم ديال المجميد بإذن الله كنستفل الحباد ديالي بهات الشكل هادا تلقيت عهدو كنحاول اني باش يعني باش ميتلسقوش لي في شي شي جمدو احسن من انكم يعني توزعهم شي صينيا وحتي يجمدو عدد جمعهم يعني تبها الطريقة تختصروا اليكم الوقت والمجهود كذلك سوف يتبقى كل قطعب وحدها فيما بغيتوها تهزوها بتشكلها داي جميلة ورمازل يعني لا بيتديروا ثانية طبقة اخرى بيتدزحموهم را تهزلكم يعني كيميا معقولة كنتمنى هات الفكرة اللولى انها اتنى الايجاب ديالكم را تبقى معكم المدة طويلة كما كتشوفوا بنفس اللون و بنفس الطعم فيما حتيجيتوها في العصير كتلقاوها دابا غادي نستللو البديالي و غادي نديها المجمد باش ندوزو نشوفوا الطريقة ديال الفراولة بإذن الله كنتمنى تستفدو من هات الفكرة اللولى و ندوزو الفكرة التانية بالنسبة للفكرة التانية كيميا كتشوفوا معي على الفراولة شنو كنديرو كنغسلوها جيدا كنرقدوها في الماء والخل و كننصفيوها و كننشفوها جيدا و كنبدو دابا كيميا كتشوفوا معي حتى نحيدليها هذا الراس هذا نحاول كلهم نحيدليهم هدا او الراس هذا و من بعد غادي تشوفوا كذلك غا نعود ننشفها مرة أخرى بوحد طريقة اللي هي جميلة يعني هات الفراولة هاتي يعني بسرعة تتفسدو اللي درتولها الطريقة لكتبقى معاكم المدة طويلة اختاروها تكون حمرة ما تكونش مدروبة دابا انا فرشت بابي ديال المطبخ و حطيتها باشي لبقى فيها شي بالل ما يبقاش يعني تنشفك مرة غادي نجيب البلاستيك الغذائي ممكن كذلك تديرو نفس الطريقة اللي درتولابوك غير بالنسبة للناس اللي كيقولوا ان عندهم طلاجة صغيرة او لمجمد صغير ممكن يستانو بالبلاستيك طبعا ندير هاد الفراولة ديالي بجوش طورق ممكن تخليوا الحبات هكا اللي كانوا صغار هكا يعني كنجمدهم هكا ممكن تزينو بهم اي حاجة بغيتو ممكن تديرهم في العسائر والطريقة التانية تقطعوا الفراولة بشكل اللي بغيتو انا غان قطحها بشكل دائري بهتشكل هاده ممكن ترققوه ممكن تغلطوه على حساب حتي يجد ديالكم وش بغيتو عن صومه انا غاندي نحاول نقطحها بنفس هكا يعني بنفس القياس هاده فاش غان قطحا نوريكم الطريقة اللي غادي ندير في الاخير التشميد بنا غان سامر رحسا نقطع الكيمياء اللي عندي وممكن كذلك تقطعوها مكهبات صغيرة لكم الخسير او لممكن تقسموها غير لجوش يعني كيلي كيبغيها يقسم الفراولة غير لجوش يجمدها طبعا انا غان نستمر على الطريقة هادي كيبكتشوفوا معي ودابا بعد ما ساليس غادي نجيب هاد البلاستيك الغيدائي وغادي ندير هاد الفراولة هادي يعني اللي كان عندكم صغير كتديروا لقدر اللي بغيتو وكان كبير غانوريكم الطريقة انا متوفر عندي غير هاد المتوسط الحجم اشنو غاندير يعني ضروري منضيف شوية ديال السكر ساندة هاد ساندة هي كتحفظ على هاد الفراولة هادي يعني كتبق علينا بنفس اللون وكذلك ما كتتغيرش لها قاعد الطعم ديالها ولا اللون ديالها وصافي وكنسرحها اخذكم جمدوها يعني هاكتكون مسرحة مسكنش يعني مجموعة باش متاخدش لكم الاسباس في المجميد غا نحاول انتني هاد البلاستيك هادي باش نستغل كذلك هاد الجانب هادا غا نوضع في هادو وقاعد لي خليس هاكا بهتشكل هادا وطهوما قادي رشهم بسكر ساندة باش يبقى محافظ لنا اللون والطعم كي ما كتلاحظو انا دكلكم انا غا كيمية قليلة غير باش تفهمو الفكرة انتو ملكم انا خسيار فاش بو جمدو جمدو كيمية كتير باش تهنو مرة واحدة بالاخص فاش تكون فارو لا رخيصة هاد الافكار هادي في حقيقة انا ضدتاش حال هدي ولكني جربتها ولقيتها كتسهل علي الوقت والمجهود بالاخص لعدو الاطفال وفي الشهر الكريم يعني كان حساجو اننا نحك شهر العبادة شهر قراءة القرآن الحمد بالله والصالة سميشي سمتقوقي في المطبخ النهار كامل نص طريقة غادي ندير لهاد الكيمياء دي اللي بقاس عندي هنا يعني هاد الافكار سيسهلو على السيدة بالاخص سيدة العاملة والسيدة سربة البيترا اللي يكون في العوانت يكون نشقة كتير ماشي نبقى واقفين في المطبخ النهار كامل سافيدة بغا ندير هالطريقة هادي كمشو معي وغادي نوضحون في المجمد فاش غادي جمدو غادي نوريهم لكم كيفش كيكون شكل ديالهم يعني ما كيتتغيرش لهم اللون ديالهم نهائيا وحتى في المجمد ما كياخدوش لينالي سباس كي ما كتلاحظو ممكن توضعو بساف ديالاشياء بنفس الطريقة سافيدة بعد ما جمدو كي ما كتشوفو يعني بغا نوريكم الشكل ديالهم هكا تيكونو تيبقوا بنفس اللون وتيبقوا يعني ما تتلاسقوا ما تشي حاجة ما بغيتوشي حاجة كتشبدوها وددروها في العصائر بسحتكم وراحتكم وبالنسبة لها مدي جادرتو معاكم نخليليكم الرابط الصندق الوصفة هو كعصائر وكاتح ديالات اوليال الشهر الكريم يعني كتسهلو عليكم بزاب ديالاشياء هنا كيكون الفيديو ديالنا سهلا كنسمن هذه الاقتراحات نلقي عجب ديالكم لوفوكا تسبقها بنفس اللون فراولة كذلك ونصدر الجديد ديالي باقي ان شاء الله نتقاس معكم العديد اشكركم بزبزا فعلنا على المشاهدة ما تنسوا ليش بلايك سبارتاجي فيديو من الاهل والحباب ديالكم باش فائدة سعم والى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة